بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم يحصل تطبيق بي سي منتجر مدير الكمبيوتر المعروف لتحسين جاز الكمبيوتر وتنظيف الكاش وإزالة الملفات المؤقتة وغيره من هذه الأمور على العديد من التحسينات والميزات خلال الفترة السابقة هتلاحظها في إصدار التطبيق الجديد أو في أحدث إصدارات البرنامج أهمها أن التطبيق أصبح يدعم تطابق سمة النظام ودعم الوضع المظلم والعديد من التغيرات والميزات الأخرى نستعرضها على حضراتكم في هذا الشر طبعا التطبيق متاح بشكل عادي من خلال الموقع الرسمي لمايكروسوفت لكن في الغالب التحديث الجديد للبرنامج مش بيكون متاح من خلال الموقع لذلك هسيب لك أسفل الفيديو رابط مباشر لتحميل البرنامج بأحدث إصداراته وبالمناسبة مايكروسوفت على وشك إطلاق النسخة المستقرة من هذا التطبيق لأن في بعض المناطق لما تيجي تحمل التطبيق بتلاقي عبارة دونلود دي مش موجودة مستبدلة بعبارة coming soon قريبا وهذا يعني على حسب معلوماتي من بعض مواقع التقنية المعروفة إن مايكروسوفت على وشك إطلاق النسخة المستقرة من هذا التطبيق عموما تقدر من خلال الموقع الرسمي إنك تحمل البرنامج بأحدث إصداراته لو لم تحصل على التحديث الجديد مع الميزات والتغيرات الجديدة فحمله بشكل مباشر من الرابط المباشر أسفل الفيديو على ويندوز 11 أو ويندوز 10 طبعا عمليه تثبيت التطبيق بسيطة جدا دابل كليك عليه بتوفق على اعتفاقات الاستخدام وبيتم تثبيت التطبيق معك أول ما إنك هتثبت التطبيق عندك هتلاحظ إن التطبيق أصبح بشكل تلقائي بيتكيف على حسب سمة النظام عندك لو إنك بتستخدم الوضع الدكن فالتطبيق بيدعم الوضع الدكن أو الفاتح هذا الأمر أصبح بإمكانك التبديل ما بين سمات النظام أو استخدام الوضع المظلم للتطبيق في تبويب الصفحة الرئيسية الهوم هيكون معك بعض إعدادات التعزيز والتحسين السريعة التي يمكن تطبيقها بشكل سريع لتحسين النظام ما بين تخفيض استهلاك الرمات العالي وتفريق ذاكرة التخزين المؤقت للنظام من خلال الضغط على بوست بشكل سريع بيتم تعزيز النظام عندك تقليل استهلاك الرمات العالي وحزف الملفات المؤقتة بالإضافة إلى ذلك بيكون في عندك بعض الإعدادات السريعة زي تبويب بروسوس اللي من خلاله بتقدر أنك تتعرف على العمليات النشطة في الوقت الحالي وتقدر أنك تضغط على اند لأي من هذه العمليات لإغلاقها بشكل كامل من على النظام أيضا تبويب ستارت أب لمعرفة تطبيقات بدء التشغيل وتبويب ديب كيلين التنظيف العميق للنظام عندك وتبويب هينز ده من خلاله بيستكشف الكاش على النظام الكاش على المتصفحات الملفات المؤقتة وأخطاء النظام والفاير ريسينت الملفات المفتوحة حديثا وتقدر أنك تعمل لها بروسيد بالتالي هيتم التخلص من كل هذه الأشياء بضغطة واحدة بالإضافة إلى ذلك بيكون في عندك تبويب بروتكشن أو تبويب الحماية من خلاله بتقدر أنك تعمل فحص سريع للنظام عندك باستخدام برنامج المايكروسوفت دي فندر كذلك الحال التوجه إلى بعض الرابط السريعة للإعدادات الويندوز أبديت لتحديث النظام لو في أي تحديثات معلقة أو تحديثات للنظام تقدر أنك تثبتها من خلال هذا التبويب كذلك الحال الدي فولت بروس تيتنج لو محتاج أنك تغير المتصفح الإفتراضي للجهاز عندك أيضا التاسكبار ريبير وده بيوفر لك بعض الإعدادات السريعة لإضافة مايكروسوفت إيج أو متجر تطبيقات مايكروسوفت على شريط المهام بما في ذلك restore default app لتعيين التطبيقات الإفتراضية على النظام عندك أيضا تبويب storage وهذا التبويب من خلاله بتقدر أنك تعمل deep clean up بتنظيف عميق للنظام عندك أيضا التوجه إلى downloaded files الملفات اللي أنك محملها على الجهاز عندك في حال أن في ملفات كبيرة بتستهلك من مساحة التخزين تقدر أنك تحذفها أو تنقلها إلى أي قرص ثاني عندك على النظام قسم large files لمعرفة أو لتحليل أكبر الملفات اللي موجودة عندك على الجهاز من خلال هذا التبويب تقدر أنك تحدد حجم الملفات اللي أنك عايز تستكشفها مثلا يجيب لك الملفات اللي أكبر من 10 ميجا أو 50 ميجا أو 100 ميجا أو 1 جيجا بالتالي تقدر أنك تراجع هذه الملفات وتقدر أنك تحذفها لتنظيف أو للتخلص من هذه الملفات الكبيرة أيضا تبويب storage sense ده هيوجهك إلى مستشعرات وحدة التخزين عندك على النظام لتفعيل هذه الخاصية وبالتالي بشكل تلقائي النظام عندك هتخلص بشكل تلقائي من الملفات المؤقتة أيضا عندك تبويب apps هذا التبويب بيوفر لك بعض العناصر الأخرى الprocess management ده كان موجود في الصفحة الرئيسية لمعرفة العمليات النشطة في الوقت الحالي وتقدر أنك تقفل أي منها بشكل نهائي كذلك الحالة تطبيقات بدء التشغيل وmanage apps إدارة التطبيقات اللي هيوجهك إلى التطبيقات المثبتة على الويندوز عندك لبدء مراجعتها لو في أي تطبيق محتاج أنك تلغي تثبيته والMicrosoft Store لو محتاج أنك تتوجه إلى المايكروسوفت Store يعني التطبيق بيوفر ريك العديد من العناصر لتخفيض استهلاك الرمات العالي تنظيف الجهاز التخلص من الملفات الكبيرة ورابط سريع للإعدادات عندك لاختصار الوقت من خلال التطبيق تقدر أنك توصل للمكان اللي أنك محتاجه بالإضافة إلى الخاصية الجديدة المهمة جدا طبعا هذه الخاصية بتفاعلها من خلال هذا التأويب بيظهر معاك هذا الشريط العائم المميز جدا اللي من خلاله بيظهر معاك طبعا على سطح المكتب بتقدر أنك تحطه في أي مكان على سطح المكتب عندك بمجرد المرور عليه بمؤشر الماوس بيظهر معاك بتقدر أنك تعمل بوست تحسين سريع للجهاز عندك حزف الملفات المؤقتة تخفيض استهلاك الرمات العالي بالإضافة إلى استخدام السيرج الخاص بمتصفح الويب من خلال هذه النافذة واستخدام أداة القاطع الأغز لقطات شاشة فتح النوت باد أو فتح المتصفح ايج أو فتح الإعدادات طبعا دي خاصية مهمة جدا مضافة لهذا التطبيق بالإضافة إلى ذلك هذا القسم الجديد هذا القسم لو في أي مشكلات على النظام تم اكتشافها من خلال هذا التطبيق هتظهر معاك هنا مع مقترحات لإصلاحها بالإضافة أو في الأخير بيكون في عندك قسم سيتينجز اللي من خلاله بتقدر أنك تفعل هذا الخيار لو حبيت بحيث أن البرنامج نفسه بشكل تلقائي يبدأ فيه تحسين الجهاز تلقائيا بالنيابة عنك أيضا بيكون في عندك هذا الخيار أن البرنامج يفتح معاك بشكل تلقائي عند فتح الكمبيوتر أيضا هذا الخيار الوصول المبكر للميزات تقدر أنك تفعل هذا الخيار في حال أنه في ميزات جديدة توفرت للتطبيق تقدر أنك تحصل عليها بشكل مبكر بما في ذلك التحديث التلقائي للتطبيق ومن خلال هذا القسم المظهر الخارجي طبعا تقدر أنك تستخدم سمة نظام أو أنك تحول التطبيق إلى اللايت أو الضرك إذا حبيت ومن هنا بتكون في لغة النظام لسه التطبيق مش داعم غير اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى لكن أكيد قريبا جدا لما هتتوفر النسخة المستقرة من التطبيق هيدعم طبعا أكيد المزيد من اللغات طبعا برنامج مايكروسوفت بي سي منجر من مايكروسوفت بشكل رسمي مهم جدا لجهاز الكمبيوتر لتعزيز وتحسين وتنظيف الجهاز طبعا لو أن أعجبك هذا الشرح ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولو عندك أي تعليق أو أي استفسار قل لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته